الأمور في هذه الأحداث أو بالأدق يعني بتبقى شديدة الدقة الحسابات بتبقى بمنتهى الدقة معمول لها أكتر من سيناريو فطبعا بإذن الله سبحانه وتعالى ما يبقاش فيه أي تصادم سوما نديميش أول مرة بالتأكيد شركة نايل سات تطلق أقمارا صناعية قصة نحن نتعاون مع كبريات الشركات على مستوى العالم سواء زكاة المتعلقة بالتصنيع أو بالصواريخ اللي بتقوم بعملية النقل إلى خارج الكرة الأرضية معنا زميلنا أيضا مرة تانية محمد عبد الله موفد التلفزيون المصري من ولاية فلوريدا تحديدا من كيب كانيفرال بالولايات المتحدة الأمريكية أهلا بك يا محمد وكلمنا بقى عن كل التفاصيل من وقت الكاونداون والحد دلوقتي يوسف يعني في البداية أنا قمت بتخطيات عديدة لكن هذه المرة اسمح لي أقصر قواعد والأول مرة أعبر عن مشاعري فرحة غير عادية النهاردة اللي أنا بشارك في هذه اللحظة التاريخية إطلاق الساروخ فالكو ناين يحمل القمر الصناعي المصري الأهم والأكبر والأحدث والذي يساوت قوته قوة ثلاثة أقمار صناعية مصرية شيء فخور بالغاية وسعادة مش قادرة أخفيها عن المشاهدين ولا عنك يوسف التفاصيل وكل الترتبات اللي حصلت قبل وبعد إطلاق القمر هطلق عليها بس كان فيه لقطة مهمة جدا المكان ده من خمس دقايق بالضبط كان يعج بعائلات أفراد كتيرة أشخاص كتيرة جايين عائلات جايين أطفال صوارين شوفتهم النهاردة جايين بيتابعوا عملية الإطلاق القمر الصناعي المصري وعندهم خلفية عن أن النهاردة جايين يتابعوا انطلاق الصاروخ فالكو ناين وعليه 3001 الأمر المصري بعد عملية الإطلاق على طول تهليل وفرحة وتسئيف وفرحة غير عادية بنجاح المرحلة الأولى من إطلاق القمر الصناعي المصري فيه عدد من النقاط الهامة جدا حابب أكد عليها يوسف فيه ممكن زميلة محمود اتكلم في تفاصيل فيما يتعلق بمراحل إطلاق الصواريخ وأنا هتكلم معها بتفاصيل أكتر ولكن فيه أكتر من نقطة هامة عايزين نأكد عليها أول نقطة أن مصر بإطلاقها 3001 هي بتحافظ على حقوقها في الفضاء مصر لها حقوق في الفضاء ولابد من المحافظة عليها الحي زواء المدار اللي موجود حوالينا الأرض حسب نظرية كيلبر بأن 38 ألف كيلو متر من سطح الأرض هو المدار الثابت أي جسم يتحرك في هذا المدار يكون جسم ثابت ومن ثم الأقمار الصناعية كلها تتحرك الأقمار الصراعية الخاصة بالبث الإزاعي والتلفزيوني والفضائي والإنترنت تتحرك في هذا المدار هذا المدار بقي مزدحما للغاية مصر لديها حقوق في هذا المدار سبعة غرب ومن ثم بإطلاق هذا القمر يكون مصر متحافظ على حقوقها الفضائية مصر طوال تاريخ أقمارها الصناعية الخاصة بالبث الإزاعي والتلفزيوني الممتد على مدار 25 عام لم يكن هناك قمر مصري واحد موجود في الفضاء يمكن المفرقة عام 2010 كان هناك ثلاثة أقمار مصرية تعمل في ذات الوقت الأمر المصري 101 الأمر المصري 102 نايل سات 102 ونايل سات 201 النهاردة بالانطلاق إن شاء الله 301 ويصل إن شاء الله إلى مداره سبعة غرب بعد رحلة طويلة هتستمر لغاية 20 يوليوم إن شاء الله هيكون قمر احتياطي ومساعد للقمر 201 القمر 201 الترددات العالية الجودة فيه كلها حسب تصريحات المسؤولين في نايل سات ما يزيد عن 90% منها تم حجزها ومن ثم من أول يوم هيبتدي تشغيل 301 هيوفل الأرترة الترددات عالية الجودة ومن ثم هيتيح للعملاء إن هم يحجزوا هذه الترددات مصر حفظة الأحواقة وهذا بعض تجاري للقمر 301 نقطة همة للغاية فيما يتعلق بإطلاق مصر 301 أيضا في هذا التوقيت هناك منافسة شديدة لمشغلي الأقمار الصناعية في مختلف دول العالم والخاصة بتطوير الاستفادة من القمر معظم مشغلي الأقمار الصناعية في دول العالم الآن يضعون خدمة الإنترنت فائق السرعة بالأقمار الصناعية ومن ثم 301 وما يميزه من هذه الخدمة هو تواكب ومع التطور الحاصل مع بقية الشركات القبرى وبقول القبرى وأضع تحت هذه الكلمة أكثر من شرط يعني أكثر من خط كده إن إحنا بوقفين جانب المشغلين للأقمار الصناعية القبرى في مختلف دول العالم ومن ثم مصر والنيلسات بتواكب هذا التطور هناك نقطة هامة للغاية هل الساتيليت يعني هو المستقبل خلال الفترة القادمة لا تزال للساتيليت أم للموبايل الساتيليت لا يزال منافس قوي جدا ولا يزال يتقدم حسب الخبراء وليحنا كلمنا معهم في سبيس إكس إن الساتيليت بيكون سابق التكنولوجيا الأرضية بعشرين عام ومن ثم 301 هو يدعم التكنولوجيا العالمية ويدعم التكنولوجيا اللي هتخدم عملاء النيلسات خلال الفترة اللي احنا بنتكلم عليها العمر القمر الذي سيمتد إن شاء الله ل 16 عام اللي عايز يتابع النهاردة أي من المباراة بيرجع للساتيليت وبيتبحها عبر الأخمار الصناعية ومن ثم الساتيليت له دور قوي ويستطيع حتى هذه اللحظة أن يقف صامدا في ظل التطورات الحاصلة في التكنولوجيا الموبايل وما إلى ذلك هذه هي عدد من الأمور الهامة التي يعكسها 301 هناك طبعا بعد تنموي خاص بتغطية المناطق النائية في جمهورية مصر العربية من خلال الإنترنت الفائق السورة نحن خلال الكام يوم اللي فاتوا دول اتكلمنا عنهم وأيضا لأول مرة بنتكلم عن تغطية لدول حوض النيل وأيضا في دول جنوب القرى الإفريقية وده بعد هام برضو بنتكلم عنه ولو بقية التفاصيل بلا هنأتكلم معاك فيها يوسف إن احنا بنترقب مرور 32 دقيقة ودية 33 دقيقة دول هنتكلم فيها إن الأمر هينفصل 301 هينفصل عن فالكن وهينفصل عن فالكن ويبتدي يأخذ طريقه 35 دقيقة يتم تلقي أول إشارة و38 دقيقة يتم الاحتفال بانطلاق القمر وإن هو بيأخذ رحلته إن شاء الله في مدر نعم يوسف فضة عظيم جدا يا محمد أولا أنا عايز أشكرك يعني على هذا العرض الرائع والمبهر في كلامك لكن خليه أسألك بقى محمد إنك أنت قدرت يعني حوارا حتى ولو كان جانبيا مع الناس في سبيس أكس هم شايفين إزاي المستقبل بتاع مصر في مجال الاتصالات الفضائية وتكنولوجيا المعلومات وما إلى ذلك يعني إن كنتم تطرقتم إلى هذا الجانب هم شايفين فيه إيه؟ هناك حفاوة كبيرة من سبيس أكس لأنه أول تعاون مصري مع شركة أمريكية كبرى في مجال إطلاق الأقمار الصناعية ومن ثم هناك حفاوة كبيرة بهذا الأمر أيضا حينما اطلعت سبيس أكس وتحدثنا أيضا مع الشركة المصنعة تحدثونا عن إمكانيات هائلة للقمر الصناعي لمصر نايل سات وشركة سبيس أكس هي كمان المسؤولين كانوا في حدثنا الجانبي معهم كانوا يتحدثون عن إمكانيات رائعة وهائلة لهذا القمر وأنه يعتبر طفرة من ضمن الطفرات التي أطلقتها شركة النايل سات وأنه يضع مصر بجانب مثل ما أشارنا بجانب الدول القبرى المشغلة للأقمار الصناعية وضع القمر والاختبارات التي قامت بها سبيس أكس كانت الانطبعات لدى المسؤولين في سبيس أكس رائعة للغاية عن إمكانيات القمر وعن تجهيزه وعن الإمكانيات اللي هو بيحتويها هذا القمر وحتى صنعه والتفاصيل الخاصة بصنعه فهناك حفاو كبيرة من الشركة المصرية بهذا التعاون المصري الأمريكي في مجال إطلاق الأقمار الصناعية ويمكن إشارة سريعة كده لأن سبيس أكس العبقرية في سبيس أكس أن الصاروخ اللي احنا شفناه وهو بيطلع في السامة دوت هيرجع تاني عشان يتم إعادة إطلاقه بعد تجميع جزئين منه ويمكن فالكو الناين اللي احنا شفناه هو طالع في طريقه بيشق طريقه للسماء ده حقق رقم قياسي وهو الصاروخ الأوفر حضر لدى سبيس أكس حقق مية طلعة ويمكن دي مية طلعة واحد بعد المية الواحد بعد المية ونسبة النجاح إن شاء الله هي نسبة نجاحها مية في المية ونسبة الفاشل سفر نعم يوسف لأ دي حاجة محترمة جدا طب قل لي بقى محمد أنت كنت بتقول لي أنه كمان أنت شايف أنه فيه ناس كتير بتبقى وقفة طبعا بالتأكيد على مسافات أمنة لتتابع هذا الإطلاق الناس دول من الجاليات المصرية والعربية اللي موجودة في فلوريدا ونعرف أنهم كتير ولا أنهم أيضا كمان يعني من المهاجرين المختلفين بالولايات المتحدة الأمريكية يعني جنسيات غير مصرية وغير عربية يعني حقيقي شفنا جنسيات مختلفة فعلا والغريب هي أورلاندو وهي مدينة أمريكية سيحية طبعا بس عشان يجوا ياخدوا المسافة يمشوا المسافة الكبيرة ديت عشان يوصلوا لمقر انطلاق الصاروخ في هذه القاعدة هي مسافة كبيرة جدا للغاية وجو كان حر قوي كمان وأنهم يجوا عشان يشاهدوا مرحلة الإطلاق هذا انطلاق الصاروخ حقيقي بيتكون لحظة مهمة جدا ليهم وان طبعاتهم كانت رائعة للغاية أنهم شاهدوا انطلاق هذا الصاروخ أنا شوفت ناس جايين من ألاسكا وجايين من أطراف من أماكن مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا كان فيه سياح جايين من تايلاند ومن أماكن مختلفة بس يعني العدد كان كبير ما حاولتش أنشن شوية على الجانب العربي اللي موجود هنا اللي جاي تابع فورداند بس أنا متأكد أن فيه جالية عربية كانت موجودين هنا بس كان العدد كبير جدا والحقيقة تشاليفكم أنا بصراحة مختم جدا أن أنا أسجل بالموبايل بتاعي هذه اللقطة التاريخية أول مرة في حياتي أن أنا أتابع هذه اللقطة التاريخية وممكن ما تقررش مرة تانية الله أعلم انطلاق القمر صناعي مصر حفاوة كبيرة اهتمام كبير من المسؤولين في شركة النايل سات سواء من التصعينه من تصنيعه والتحديات اللي وجهته والمشاكل العالمية والأزمات العالمية كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية وكل اللي حاصل دوت والأمر كان ماشي بالتوقيتات بتاعته تم تصنيعه في 28 شهر تم نقله كان مفروض يمكن ده الأول مرة هنقوله كان مفروض الأمر يتحرق بالجو من طريق عن طريق طائرة أوكرانية لكن الأزمة الروسية الأوكرانية الشركة لجئت لبلان بي وهو أنه تم تحرقه من خلال مركب تحرق من فرنسا 28 إبريل وصل للقاعدة الأمريكية 14 مايو ومن سامة يوسف يعني الأمور كان فيه ترقب واهتمام كبير أن هم يسرعوا من عملية تصنيع القمر وأنه يطلع للفضاء الحمد لله طيب لا بدأ يعني تأكد بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا يدي لك ويدي لنا العمر هنشوف يعني إطلاق مرة تانية وتالتة وربعة ومين عارف يا محمد المرة الجاية يبقى الإطلاق موجود من على سحل البحر الأبيض المتوسط مثلا يعني ما تعرفش أو يمكن يكون ساعتها مش الساروخ تصنيع سبيس أكس ممكن يبقى تصنيع وكارة الفضاء المصرية ما نعرفش برضو يعني نتمنى كلنا ذلك أشكرك جدا 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 يا محمد ألف شكر لزمالنا العزيز محمد عبد الله موفد التلفزيون المصري بكيب كانيفرال فلوريدا الولايات المتحدة الأمريكية وإحنا لازمنا في انتظار المزيد من المعلومات حول مدار القمر الصناعي زملائي بيقولولي قدامه تقريبا سبع دقايق ويدخل المدار بتاعه إن شاء الله بتمام النجاح يا رب وبتمام الاستقرار إن شاء الله ونبدأ بقى نتلقى وإحنا قلنا إيه مش هما 32 دقيقة تقريبا يعني من الدي أربعة يعني هنبدأ بقى نتلقى المعلومات الصدرة من الأمر في مختلف القواعد سواء إذا كان في القاهرة أو في كون أو في كوريا اشتركوا في القناة